يقول معنا أخذ الرحلة جئنا للعمرة معنا أخذ جاء معنا للعمرة في رحلتنا ويقول من تبقى الصحابة ليس بكافر فلماذا تنطفونه وما حكم الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يسبون صحابة الرسول إلا لعداوتهم في الإسلام صحابة الرسول ماذا عملوا حتى يسبون إنما عملوا خير ومصرق هذا الدين ومصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله نشر العلم والدعوة فلماذا يسبون يسبون على الخير وعلى الجهاد وعلى الدعوة إلى الله وعلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبهم أحد في قلبه إيمان لا يسبهم إلا عدو للإسلام والمسلمين وهو مكذب لله عز وجل ومكذب للرسول لأن الله أثنى على المهاجرين والأنصار أثنى على الصحابة وهذا يسبهم الله يثني عليهم وأنتسبهم هذا معناه محادة لله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي أن تسب أصحابه فعص الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أنك مؤمن هذا عرض هذا حقا كبير هل محادة لله ولرسوله وهل يبقى إيمان مع المحادة لله ولرسوله ما يبقى إيمان